اللهم ارزقنا من حيث نحتسب ومن حيث ولا نحتسب وافتح لنا ابوابه رزقك ورحمتك يا الله واليوم وصفتنا لليوم هي الجاج بالصماق وصلطاته ويلا اشتركوا في قناته ويلا تعالوا نعملهم مع بعض اول اشي بنا نغسل الجاج منيح وبدنا نبدأ افتبهيره بنحتاج لصماق وبهار جاج وملح وفلفل اسمر بنحتاج للمون وغطيتين خل بنبدأ نبهر فيهم بنحط اللمون اللمون بنحطه مع الخل على البهار والسماق والملح والفلفل الاسوات بنخلطهم منيح ونبهر فيهن الجاجات بنحطهم بالفرن في الطبق الوسط على نار هادية على بين ما يستويوا بعدين بنبدأ نقلبهم وهالحين بدنا نعمل سلطة لطحنية سلطة لطحنية بدنا 100 قرام طحنية وملح وبهار جاج وعصير لمونة ومنحركهم مع بعض ومنحط المية بالتدريج على بين ما يصير القوام بتاعهن وسط وتصير سلطة زي سلطة الشورمة هي زاكي كتير مع كل أنواع الجاج مش بس للشورمة هي وبتتاكل كمان هي مع الفلفل لازم يكون قوامها لا سائل ولا ولا جامد تكون وسط وبدنا نعمل سلطة الدراء باللبن بنحتاج لرشة ملح وبهار ولبن اذا عندنا مايونيز بنحط مايونيز ما فيش مايونيز بنحط لبن انا ما عنديش مايونيز حطيت لبن ومنحركها منيح وبتبقى هيك جهزة واحنا بنحرك فيها وبدنا نعمل كمان رز بالدراء الرز بالدراء بنعمله رز ودراء وبس اذا بدك تحط بهار جاج بتحط معه بهار جاج وهيكا ببقى استوى الجاج لما أنا كنت قلبه شمال ويمين طب شوها الريحة بتجنن 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 ريحته نفس ريحة الشورمة بتجنن مع السلطات تاعته انا عملاله سلطات الشورمة عاملي سلطة لطحنية تاعت الشورمة والدراء وعاملي كمان البصل والصماج ما صورتش إلكوا البصل والصماج منقطع البصل شرائح ومنحط عليه صماج والصحة وعافلة كل واحد أكل وما تنسوا تشتركوا بقناتي ولايك وتعليق